السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة ونتحدث باذن الله تعالى عن فقه الزكاة نحن الان في شهر محرم الحرم اول الشهور الهجرية وقد اعتاد المسلمون منذ زمان في كل اقطار العالم الاسلامي انهم يعتبرون شهر محرم الحرام هو بداية احصاء المال من اجل تزكيته فالزكاة هي فرضة من الفرائض الاسلامية ربنا سبحانه وتعالى تحدث عنها في القرآن الكريم وقال واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة دائما هناك ارتباط وثيق بين اقامة الصلاة وآتاء الزكاة وربنا سبحانه وتعالى امر نبيه وصفيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بان ينظم عملية جبي الزكوات فقال تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فكان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ينظم عملية جبي الزكوات وسن ذلك في سنته المطهرة فقال صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع اليه سبيلا فالشاهد عندنا وهو فرض الزكاة انها فرضة اسلامية حينما بعث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم معاد ابن جبل بعثه الى اليمن لما فتحت اليمن ودخل اهلها الى الاسلام فقال له يا معاد اخبرهم ان الله تعالى قد فرض عليهم في اموالهم زكاة تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم الادلة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية على فرضية الزكاة كثيرة ومتعددة الزكاة ليست امرا شخصيا وامرا تطوعيا بل هي فريضة اسلامية محكمة وربنا سبحانه وتعالى رغب فيها كثير رغب في ان من يخرج زكاة امواله فانه اولا ينال رضا الرحمن وينال التوفيق والبركة منه سبحانه ويزيده من فضله كثيرا ما يقول الله تعالى وما انفقتم من شيء فان الله يخلفه كل ما انفقتمه يخلفه وهذا الخلف سيكون مضاعفا ربنا الكريم يقول مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل صنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذي يخرج زكاة امواله فان الله تعالى وعد بان يعطيه الاضعاف المضاعفة كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نقص مال من صدقة سبحان الله كل شيء اذا اخذت منه ينقص لكن المال اذا دفت فيه صدقة وزكاه فانه يزيد العام المقبل تجد الغني يزداد غنا ويزداد بركة الزكاة ايها الاحب الكرام هو اول تشريع في العالم قائم على التأمين الاجتماعي اذا قمنا به فان العالم باسره سوف ينتفي منه الفقر هناك دراسات كثيرة قام بها بعض الخبراء الاقتصاديين قالوا بان اي دولة مهما كان شكنها اذا نضم فيها نظام الزكاة بعد خمس سنوات نكون قد حاربنا اكبر كمية من الفقر خمس سنوات فقط لان الفقراء سيكون قد حصلوا على نصيبهم من التروة ويمكن ان يخلقهم تروة بانفسهم وبالتالي نقضي على الفقر عصرنا هذا هو عصر القلق والاكتئاب والناس يبحثون عن السعادة لقد وجد الاطباء النفسانيون بان اجود وايصر سبيل للسعادة الحقيقية يكمن في العطاء فالانسان قد يجمع مال كثير وتروة كثيرة ولكنه قد لا يسعد لكنه اذا اعطى منها وتصدق على الفقراء والمساكين والارامل والايتام والمدينين ووسع عليهم فان الله تعالى يعطيه سعادة هرمون سعادة قوي احسن طريقة للبحث عن السعادة وترضي الاكتئاب والقلق والهم والغم لا يكون بتقديس التروات وجمع الاموال وانما يكون بانفاقها والتوسعة على الاخرين الذي يعطي سبحان الله ربنا عز وجل يحبه والملائكة في السماء كلهم يحبونه ويوضع له القبول في الارض الناس يحبونه ويدعون له بالبركة فيجد باركة في صحته وبركة في عافيته وبركة في اولاده وبركة في رزقه حينما نقوم باخراج الزكاة فان المجتمع يكون فيه استقرار ويكون فيه تراض الفقراء يحبون اغنيئهم لا يقولون بانهم نهبوا التروات لا يقولون بانهم استغلوا النفوذ بالعكس يقولون اللهم زد الاغنياء غنا لماذا؟ لان الغني المؤمن كلما ازداد غنا سيخرج زكاة امواله وتصل الى الفقراء والمساكين فهو الخير يعم على الجميع بعض الناس يقولون بان هذه الزكاة هي الضريبة نحن نقدم الضريبة للدولة والدولة عليها ان تقوم بتغطية المجال الاجتماعي فلماذا نخرج الامر مرتين؟ علماء الامة قرروا بان الضريبة هي غير الزكاة الزكاة هي حق الله حق الله يعطى للفقراء والمساكين لكن الضريبة هي حق الدولة الدولة عندها الامن عندها الجيش عندها موظفون سامون عندها ترسانة من التنظيمات وتحتاج إلى أغلفة مالية كبيرة ومن بين الموارد التي تغطي بها هذه النفقات هي مال الضرائب فالمال يأتي إلى الدولة وهي قوية لكن الزكاة تعطى للفقراء والضعفاء الدريبة حينما نقدمها نعطيها خوفا من القانون لأنك إذا لم تؤديها فإن القانون يعاقبك لكن الزكاة نؤديها خوفا من الله لأن الله تعالى وعد بالعقاب الشديد لمن لم يؤدي زكاة أمواله الضريبة أيها الأحباب الكرام لما يؤديها الإنسان قد يشعر بضغطات نفسية كلما أداها مرغما يشعر بضغط نفسي لكن الزكاة حينما تؤديها تشعر بسعادة وتشعر بطمأنينة وبسكينة فالضريبة هي حق الدولة والزكاة حق الله وبما أن الزكاة هي فارضة إسلامية فالذي لا يؤديها فإن الله تعالى أوعده بعذاب شديد والعياد بالله نسأل الله السلام والعافية الذي يجمع الأموال ويكتنزها ويأبى أن يؤديها ماذا قال فيهم ربنا سبحانه وتعالى قال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون الذي يجمع الأموال جمع مالا وعدده هناك من يحب أن يجمع الأموال ويضخم الأرصد في البنوك ويكتن العقارات جميل كل ذلك مطلوب لكن فقط أخرج زكاة أموالك الذي لا يخرجها ربنا ماذا قال عنه يكنزون الذهب والفضة هؤلاء بشرهم بعداب أليم البشارة تكون بالخير فلماذا ربنا نستعملها في السوء قال لأن ذلك أثر يكون له تأثير على البشرة بشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم هذه الأموال تصير عبارة عن سبائك من ذهب وفضة ونحاس فيحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم الجباه جبهة والجنوب والظهور والعياد بالله نسأل الله السلام والعافية فالإنسان العاقل أنه يسرع لأداء فرضة الله سبحانه وتعالى للفقراء والمساكين والبشارة أن ماله لا ينقص بل يزيد ويتمدد السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد إن شاء الله إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر